السلام عليكم وحشيني يا جماعة معاكم ومعاني النهاردة بقى الاكلة بتاعتنا ما حصلتش هنعمل عمك بتنجان هنعمله بطريقة حلوة قوي قوي مش هتستغني عنه خالص وهتندام كتير انك ما عملتش الطريقة دي على فكرة الطريقة دي سهلة وبدون زيت ولا قلي ولا وجعل ولا دخان ولا اي حاجة تعالوا طبا وطريقتي هتعجبكم كتير ان شاء الله بس بقول في الفداية زي كل مرة لو اول مرة بتزورو كنا ما تنسوش تعميل اشتراك وتحط لايك واللي اهم من ده دعوة حلوة من قلبكم لينا هستخدم واحد من الدورة لو متواجد عندك مش متواجد ادارة تستغني عنه ده اختياري بس انا دايما بحب الحاجات الموجودة في الموسم بتاعها استخدمها واستخدم بين جناية واحدة وكانت اديتني كمية اللي انتو شايفينها معايا وهي تبارك الله همسكها اضطحها من وراء ومن قدام بشكل اللي انتو شايفينه وهستغنى عن الجوز اللي هو اللي بيبقى من فوق ده اول واحد هارميها مش محتاجها ده اللي سكين بتاعي يعني هتبقى ناشفة عليها ومش هقشر البتنجان بس هاخد المقاس اللي انا عايزة اشتغل علي والمقاس ده حوالي سنت وابكرر تاني انا مش هقل البتنجان يعني البتنجان ده صحي جدا 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 كلي منه زي ما انت عايزة انت والولاد وكمان قدميه في العزومات بتاحتك هتبقي مبسوطة قوي وانت بتقدمي حاجة زي كده لانه فعلا الطريقة دي مغرية جدا جدا في الطعم وفي الشكل وفي التقديم حقيقي مفيش اجمل من كده بتنجان على فكرة البتنجان ده ده نوع من انواع الفواكه بس احنا اللي ظلمينه على فكرة والله هو جميل تبارك الله وطبعا كلنا عارفين الفواكه بتاحته هحطه على اي ورقة زبدة او اي صاجب اي صانية المتواجد عندك اشتغل عليه وهاخد حوالي معلقة من الزيت على البتنجانة كلها من وش واحد ومعلقة تاني على الوش التاني وخلص البتنجان شفتي سهل وبسيط وهو دي الفرن على درجة حرارة 200 او 210 بتنجان يعني ما تقليش وهسيبه حوالي 10 دقايق يعني بمجرد اني اضغط كده عليها احس ان الصبعي ابتدى يعلم فيها بكده اعرف ان هي almost done يعني الربط تستوي في المرحلة اللي انا دخلته فيها للفرن هبتدي اخد الخضار اللي هشتغل عليه الخضار بتاعي اختياري بس طبعا زي ما قلت في بداية الوصفة بتاعتنا اني انا بحب استخدم كل الخضار الموجود في الموسم بتاعه فاكرين الفلفلية دي اللي اشتريتها معاكم قلت تستغلها بقى وانا ايه بصور معاكم الفيديو وبرضو البتنجانة دي اللي انا اشتريتها معاكم وقلت لكم استنوني اصورها لكم بطريقة هتعجبكم قوي عايز اقول اللي مش متابعني على قناتي التانية وحابيب يتابعني هي ممكن يشترك معايا سيب اللينك بتاعها جوا صندوق الوصف هي وصبحتي على الفيس بنازل عليهم دايما حاجات جديدة تمنى تعجبكم ان شاء الله وكمان اللي هي الصفحة القناة تانية دينا عاملها يعني زي استبني لو حصل حاجة لقناة دي لارقدر الله نبقى مع بعض في قناة تانية من توش من بعض قطعت الخضار بتاعي شرايح بالشكل اللي انتو شايفينه استخدمت الفلفل احمر حلوة اوي غير اي فلفل امين اسمه ايه البصل الاحمر حلوة اوي غير اي بصل ممكن تستخدميه في الوصفة دي هتحسي ان كانت جوا راستران ايطالي وانت قاعدة بتعملي الاكلة دي حقيقي الريحة تجنن اقوى من اللحمة بك مراحل يعني اللي تقولي بط ولا دجاج ولا لحوم ولا اي حاجة الاكلة دي خطيرة قطعت الفلفل اخضر وفلفل الوان والدورة بتاعتي والبصل الاحمر وعندي طماطم وكنت الزرعة بقى فاكريما زرعنا مع بعض دي الزرعة بتاعتي لما طلعت بيزول هنزل اصور اكمل التصوير بتاعها ووريكم المقاس بتاعها بقى شكله ازاي عشان اللي كان مستني نتيجة الغرز الزرعي بتاعي فانا ده من ضمن الحاجات اللي زرعتها يعني حين نزلت بسيط من الملح وهندي زعتر اخدر عندي برضو امين ناشف كان عندي اخدر بس في الوصفة دي انصحكم استخدموا الناشف بيدي نكهة جبارة ونزلت ملاء زيت زتون تاتزد واخد المكونات دي يقلبها مع بعض وبعدين هوزحها على البتنجان بس هعمل طبقة من الجبنة اي تشيز بتحبيها اعمليها يعني مش ضروري زي ما انا عملت ان هو اللي انت بتحبيه مرتاح معها حتى فاتت تشيز بتشتغل هتديك انكها برضو جميلة اوي اوي وانا بديك اختياره عشان الناس اللي هي يعني لها طرق خاصة في الاكل وفي الكيوت بتاعيتها اوكي هوزع جبنة عليها كلها كأنها كده شريحة بيت زي يعني خشي بقى انطقمي دوسي بقى زي ما انت عايزة خلي بالك على قد ما تقدري ما تقعيش جبنة على الورق او الصينية عشان ما تتحرقش وتعمل دخان جوه الفرن وجوه حره هي مش مستهلة يعني عايزين يدخلوا بسلام ونخرجوا بسلام خاصة ربنا الحافظ الناس عمالة تعمل حرائق كتير اليوم دور ربنا يحفظنا يا ربي جميعا وزعت الجبنة كلها على البتنجانة الشريحة كلها دلوقتي هنزل بالخضر بتاعي هبتدي طبعا بالدرة عشان يعني يستوي يبقى جوه سويت الجبنة من ملاحة بسيط بصي شوفي لي انا عملت التنسيك ده الجبنة اولا من ملاحة اللي هو الملح العادي بتاعها البسيط يعني اللي نكتبين مبسوطة وانت بتاكلها الدورة سويت مسكرة حلوة فلما بتضيفي حلوة مع ملح وبعدين هتضيفها لي بعض الخضر اللي هنشتغل عليهم مع بعض دلوقتي فيها السويت مع الصور التعم بيبقى حلوة قوي قوي عندي شريحة الطماطم هبتدي انزل بيها من الهيلة الطماطم الكبيرة الشريحة في النص وهوزع البيبيوتمرو او الطماطم الصغيرة حواليها مع شريح البصل والفلفل الوان والفلفل الاخضر بالشكل ده مش هديف وهجب الورق اللي هو البيزل او اللي هو الريحان اللي هو الريحان الطبقة عشان اللي هيسأني هوزعه بالشكل ده من تحت او اسقصه من فوق زي ما انا عايزة ده اختياري ده شكله في النهاية مش هديف اي حاجة تاني ولا زيت ولا اي حاجة حطينا كمية بسيطة من زيت الزيتون الزيت الصحي تقدر تتخديم اي نوع من انواع الزيت اللي بتحبيه اه زي الابوكاتو اذا حبه بس زيت الزيتون حقيقا صحك به في الوصفة دي بيدي طعم ويريحة انتي مش هتستغني عن طبق البتنجان ده لا يمكن هتسبيه هتقولي في حياتك ما اكلت البتنجان ده شكله بعد ما خرج من الفرن بعد ما بحط عليه الخضار بدخله تالي الفرن حوالي خمس دقيق الحادي ميبقى شكله باللون ده بالزبط ما بسوبوش اكتر من كده عشان الجبنة ما تنشفش وكمان البتنجان اخسرها وتنشف مني شايفين شكله عاملي زي الخضار لسه فرش وجميل بس واغيت كده يعني جزء من التصوية الحلوة قوي قوي وهتحس بتعمه وانتي بتاكلية يعني عايزة اقول انجوي هتندهموا كتير انكم ما عملتوش الطريقة دي انا مبسوطة وعايزة اروح تاني جبت انجان عشان اعمله تاني عايزة اقول وانا بسجل معاكم ببص عليه وانا مبسوطة برضو لانه شكله حلو وطعمه جميل واللي اهم من كل ده الريحة اللي كانت معطرة البيت ريحة الريحان انجوي يا جماعة عايزة اقول اي حد جديد بيزور القناة ما ينساش اعمل اشتراك وحط لايك وده هو حلوة من قلبكم لينا بتفرق معايا قوي الكلمة اللي انتو بتسبوها لي لما بقرأها مبسوطة قوي قوي يا جماعة حقيقي هسيب برضو صفحتي على الفيس واللينك بتاع قناتي التانية جوه صندوق الوصفة عشان نتابع بعض عليها ان شاء الله زودي الجبنة زي ما انت عايزة انتظروني في وصفة حلوة قوي قوي كل بيت ما قدرش يستغنع عنا ولا في الفيطار ولا في العشة ولا في الصندوق شات ولا في الكيك يا طاري هاتوبا ايه اللي عرف يكتبلي تحت في الكومنتات حبق مبسوطة قوي باللي بيشغل دماغه معايا ويقول لي افكار جديدة دي كانت طريقتنا في البتنجان انجوي اشوفكم في وصفة جديدة السلام عليكم